متواصلين معكم مشاهدينا إلى القدس والحديث عن القدس ننتقل تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي تعدياتها الصارخة بحق الأماكن التاريخية والحضارية وسائر المعالم الأثرية دالة على إسلامية مدينة القدس وعروبتها من خلال عمليات تهويد ممنهجة طارت أكثر الأماكن قدسية ما يطرح العديد من الأسئلة لماذا هذه الهجمة المستعمرة التي ازدادت حدتها بعد حصول فلسطين على صفة العضو المراقب في هيئة الأمم المتحدة وأيضا عضو كامل العضوية لمختلف المؤسسات الأممية ذات الصلة بالتراث العالمي وضرورات الحفاظ عليها من أخطار التهويد الإسرائيلي هذا هو موضوع نقاشنا بهذه الفقرة ويسعدنا لحديث أكثر عن هذا الموضوع أن يكون معنا من داخل الستوديو أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم السيد اسماعيد تلاوي الله يصبحك بالخير صباح الخير لك سيدتي وصباح الخير لأهلنا الصامدين في مدينة الكدس والمرابطين في المسجد الأقصى كيف تصف عمليات التهويد اللي مست بالأماكن التراثية والتاريخية الفلسطين خاصة بالمرحلة الأخيرة؟ يعني دعيني سيدتي أنا أعود إلى عام 1967 عندما أقدمت دولة الاحتلال الإسرائيلي على هدم باب المغاربة وتشريد أكثر من ثمانين عائلة لذلك كان المخطط الإسرائيلي منذ أن أقدمت سلطات الاحتلال على احتلال مدينة الكدس الشريف فمن هنا نقول بأن الممنهج لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت منذ اللحظة الأولى التي تم احتلال مدينة الكدس فيها أما الهجمة الأخيرة فهي هجمة مسعورة حقيقة ومتتالية بشكل كبير جدا تتعرض لها مدينة الكدس سواء كانت الأماكن التاريخية والحضارية والمقدسة المسيحية والإسلامية بالإضافة إلى ما يتعرض له الإنسان المقدسي أو المواطن المقدسي من عملية تهجير من خلال إجراءات فرض الكيود عليها أنا بالتالي أعتقد بأن الأمة العربية والإسلامية مسؤولة مسؤولية مباشرة عما يحدث في مدينة الكدس لأنه من غير المعقول أن نترك المقدسيين لوحدهم بمواجهة هذا المخطط الصهيوني الذي يريد أن يدمر كل شيء وأعتقد بأنه دمر الكثير من المؤسسات الثقافية ودمر الكثير من الأماكن التاريخية تمهيدا لتهويدها فبالتالي لابد من وقفة عربية وإسلامية جادة لمواجهة ما يحدث في مدينة الكدس يعني خلال مقابلات وأيام سابقة خلال البرنامج كمان حاولنا نصلت الضوء على قصص إنسانية أشخاص بقاوم وبصمت زي ما حكيت أصخاص أشخاص مرابطين من أماكنهم عائلات بحاول هناك اقتلاع شوكتهم هم وأرضهم ومنازلهم كمان ولكن بوجودك بهمنا نحكي كمان أكثر عن الإجراءات القانونية وخطورة هذا الوضع وأبعاده كمان من هون يعني كمان نحكي عن تعويل على المدن الدول العربية والإسلامية منذ سنين طويلة وهناك على الأرض ما في إجراءات ولكن دورنا إحنا خاصة إنه إحنا موجودين هلاك عضو مراقب في الأمم المتحدة لدينا عضوية كاملة التحديد في اليونسكو التي تدعي أنها تؤمن بقدسية المكان يعني ربما نكون أو أكون قد بدأت بمناشدة الأم العربية والإسلامية وتحميلها لهذه المسئولية بعد أن اتخذت مجموعة كبيرة من القرارات أولا في اليونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وهي المعنية بحماية التراث الثقافي في جميع الدول الأعضاء قبل أن نكون أعضاء في هذه المنظمة كانت منظمة اليونسكو قد سجلت القدس كموقع عربي على لائحة التراث العالمي والمهدد بالخطر أيضا في عام 1982 ومنذ تلك الفترة هناك قرارات عديدة صدرت عن البلجس التنفيذي لليونسكو والمؤتمرات العامة ولكن دون جدوى دون أن تلتزم إسرائيل بهذه القرارات بل بالعكس ضربت عرض الحائط بعرض الحائط جميع القرارات والمعاهدات والمواثيق الدولية فبالتالي جميع القرارات التي صدرت عن هذه المنظمة الدولية ومنظمات أخرى أيضا تدين وتستنكر هذه الإجراءات دون أن يتحرك المجتمع الدولي باتخاذ آلية تلزم سلطات الاحتلال بالتوقف سواء كان عن الحفريات التي كانت قد بدأت منذ عام 2007 تحت المسجد الأقصى مما أدى إلى انهيار بعض الأبنية المحيطة في المسجد الأقصى في عام 2010 فبالتالي هذه المنظمات الدولية التي نلجأ إليها بين الحين والآخر أعتقد حتى اللحظة لم تكن هناك قرارات فعلية ومؤثرة تلزم إسرائيل بالتوقف عن هذه الانتهاكات حتى منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي الأسبوع الماضي بدأت الجرفات الإسرائيلية الثقيلة بإزالة بعض الأبنية التاريخية المحيطة في حائط البوراك وحائط البوراك يعتبر جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى وبالتالي ضمن المخطط الإسرائيلي هناك مخطط لبناء كنيس عندها حائط البوراك بالإضافة إلى مكاتب الشرطة ومكاتب إدارية للحديث أكثر عن هذا الموضوع نحن زرنا ما تم هدمه من حائط البوراك دعونا نشاهد هذا التقرير مع الزميل محمد سرحان من القدس وتصوير أحمد جلاجل ونعود ساحة البوراك وعلى بعد خمسين مترا من المسجد الأقصى المبارك جرافات إسرائيلية تواصل هدم واجهات وقناطر لمباني تاريخية عربية إسلامية في مخطط لبناء مجمع يهودي والذي يتضمن كنيسا وقاعة استقبال ومركزا للشرطة ومتحفا للعرب في محاولة لفرض طوق استيطاني على المسجد الأقصى وعزله عن المجتمع المقدسي إجراءات التعسفية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ولكن هذا بالذات هو بالتأكيد تركيز على تغيير المعالم العربية والإسلامية في المدينة المقدسة وهذا ما نرفضه وندينه ولا نقبله بحال من الأحوال وكل مسلم في هذا العالم يرفض مثل هذه الإجراءات التي تمس قدسية وحرمة المسجد الأقصى والأوقاف التابعة لهذا المسجد المبنى والذي يطلق عليه مبنى شتراوس يعد وفق مخططات الاحتلال أعلى ببنائه من المسجد الأقصى المبارك فمن خلال ربطه مساحات المسجد الأقصى وتوصيل الطوابق الأرضية للمبنى مع شبكة الأنفاق الممتدة أسفله تقول سلطات الاحتلال أتمت عمليتها الهادفة لتهويد وتزييف الواقع القائم في المنطقة وهي مستمرة في هذا النهج حتى تستطيع أن تكمل سيطرتها الكاملة وتهويدها للقدس داخل الأسوار هذا يعود إلى المعتقد الإسرائيلي التوراتي أن هذه المنطقة هي منطقة مقدسة لليهود وهي تعمل جاهدة من أجل ذلك من أجل الاستلاع علىها وتحويلها إلى منطقة يهودية يعني إسرائيل لم تكف عن هذه المحاولات منذ عام 67 إلى اليوم ويرى مراقبون أن عملية الهدم جاءت لطمس المعالم والآثار الإسلامية بالاعتداء عليها طارة وهدمها بشكل متعمت طارة أخرى فمحاولات الاحتلال لمحو الهوية الإسلامية والعربية لمدينة القدس لم ولن تتوقف محمد سرحان لقناة الفلسطينية القدس المحتلة ما هو الرد الذي كان بناء على هدم حائط البراق من قبل أن نحن كاجهة فلسطينية؟ نحن في اللجنة الوطنية الفلسطينية حقيقة تحملنا مسؤولياتنا منذ اللحظة الأولى التي علمنا فيها بهذه الحفريات والتدمير فخطبنا ثلاث منظمات دولية وعلى رأسها المنظمة الدولية للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وطلبنا من سفيرنا الفلسطيني لدى اليونسكو أن يتقدم للسيدة إيرينا باكوفا المدير العام طبعا لهذه المنظمة بأن تقوم باتخاذ إجراء يعني يلزم إسرائيل بصراحة لكن كما ذكرت لك حقيقة أن هذا الموضوع يحتاج إلى ردة فعل قوية مصحوبة بقرار ذو آلية تلزم إسرائيل بالإضافة لذلك أرسلنا طبعا رسائل للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلم أليكسو لجامعة الدول العربية والمنظمة الإسلامية أيضا وكان سيادة الأخ الرئيس أبو مازن حتى أثار هذا الموضوع في المؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في القاهرة وانتهى في بيان صدر عن هذا المؤتمر وأدان موضوع تدمير هذه الأبنية لكن كل ذلك أعتقد أنه لا يكفي لا يكفي بأن تصدر عن هذه المنظمات قرارات فقط إدانة واستنكار وطلب ودعوة إسرائيل لذلك تستمر إسرائيل كما ذكرتم في تقريركم منذ عام 1967 لم تتوقف إسرائيل عن هذه الانتهاكات التي تمس المكان والإنسان في داخل مدينة القدس أستاذ أخيرا لإلنا ولكل المشاهدين كمان بيحترون أحب أن نسمع مننا أكثر عن أهمية تاريخية لمثل هذا الضحاء في مدينة القدس أنا باعتقادي حتى ثورة البراك في عام 1925 أو 1926 أكدت اللجنة التي رصدت ما قامت به بعض الجماعات اليهودية بأن حائط البراك جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك وهو مكان عربي مكان عربي لا علاقة لليهود بهذا الموضوع وبالتالي اتخذنا حتى قرار في لجنة الخبراء المكلفين بإعداد تقارير فنية موثقة بالخرائط والصور وبهذه المناسبة كنا بإعداد حوالي خمس تقارير حتى اللحظة لنهاية عام 2012 عن كل ما قامت به إسرائيل فبالتالي أهمية هذا المكان يعود بأنه مكان عربي ضمن التاريخ الذي رصد ذلك وأكدت عليه اللجنة البريطانية التي أكدت على أن حائط البراك هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى ودعيني أقول نقطة مهمة جدا في عام 1972 صدرت المعاهدة الدولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي لابد من اتخاذ الآن وفي هذه اللحظات من اتخاذ قرار سياسي قرار سياسي تتحمله القيادة العربية والإسلامية من أجل اللجوء فورا إلى محكمة العدل الدولية دون ذلك ستستمر إسرائيل بهذه المخططات وأخشى أن نفقد الكدس بالنهاية ونحن نذهب إلى هذا وذاك والمناشدة والعدم القبول ولكن لا بد من اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وهذا يحتاج إلى قرار سياسي سواء كنا نحن كفلسطينيين أو كأمة عربية وإسلامية وأتوقع الآن ناقوص الخطر يدق في القدس المقدسيين هم من يطلبوا المناشد الآن هم مقاومين مرابطين في أماكنهم ولكن فعلا نحتاج لقرار سياسي لأن القادم أخطر من فقط انتظار قرار سياسي السيد إسماعيل تلاوي أمين عامل لجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم سررنا بوجودك معنا نتمنى كمان بالمقابلات القادمة نتحدث عن التقارير التي تم إصدارها من قبلكم مشاهدين أتمنى أنتم كمان يكونوا عندكم معلومات أكثر عن ما يجري في داخل القدس نحن بعيدين عنها جغرافيا ولكن نحاول قدر ما استطعنا تصليط الدوء عليها بشكل أكبر من بعد الفاصل راجعنا نستكمل فقراتنا خليكم معنا